خليني كده في البداية نتكلم على الروح الجميل إبراهيم سعفان في التمثيل وبشكل عام كده كانت علاقاته عملة إزاي كانت شخصيته عملة إزاي لا هو بابا في الأول خالص ما كانش له علاقة بالتمثيل خالص هو خارج المعهد الديني في شبين الكون هو كان في الكتاب عادي وبعدين دخل المعهد الديني في شبين الكون وبعد كده دخل كلية شريعة وأصول دين كل دوت كان هو بعيد عن الفن يعني كان بيحب الفن بس على استحياء من بعيد عشان كان في المعهد الديني طبعا صعب الموضوع فهو الفن والتمثيل وكده حبه جدا فما قدرش يبعد عنه يعني هو في حتة بعيدة وراح داخل في حتة تانية فدخل درس بقى دخل المعهد العالي لفنو المصرحية ويتخرج منه سنة 58 وبدأ بقى سنة 59 في فيلم حسن ونعيمة ده أول فيلم عمله كان طالع من أصدقاء حسن لهو الفنان محرم فؤادي طب يعني كلمني كده عن يعني أفلامه كواليس أفلامه وكان يحكي لك ايه كان عامل ازاي يعني أقرب فيلم عمله ليه كان ايه مثلا بص هو أنا كنت صغير يعني ما كانش أما بابا توفى الله يرحمه سنة 82 كنت صغير جدا طبعا فأنا كنت بقعد معاه وهو بيقعد يقرأ الأدوار بتاعته وكده بابا كان حد جميل يعني كان دمه خفيف مش موضوع أنه هو ممثل كوميديان وخلاص وعايز يعمل الأفلام وكده لا هو كان بيختار الدور يحب يدور جدا على الكلمة عشان هو أساسا خريج شريع أصول دين اللي هي اللغة عربية وكان مدرس لغة عربية أساسا فكان بيختار الأدوار بتاعته عشان كده الناس ما تتجي يتفرج على بابا تحس أنه هو يعني فاكهة نادرة يعني أنا بداعي أنه هو كده يعني بس هو فعلا لا أكيد كده فدي يمكن عملت له قيمة شوية أنه هو أساسا مدرس لغة عربية وكان بيحب اللغة العربية جدا زي التمثيل بالزبط مش موضوع أنه هو خدها وظيفة لا هو كان بيعتبر اللغة العربية موهبة برضو هي موهبة خلي بال يعني خلي بال حضرتك اللغة العربية دي موهبة فهو كان بيعشقها اللغة العربية هي دي سعادته جدا في التمثيل بتاعه أكيد سعادته جدا في طريقة الإلقاء طريقة هو كمان طريقة إلقاءه كمان الله يرحمه كان حد جميل دمه خفيف يعني أنا بشيل نفس إنه هو إن أنا ابنه وبعد أتفرج عليه بحس إنه بتفرج على كوميديان جامد كبير أوي طبعا رح له قدير فالحمد لله يعني سرته جميلة في الوسط وسرته جميلة بره الوسط فهي دي الحاجة الجميلة اللي بحبها في بابا السيرة الجميلة وبخلاف بقى إنه هو كان كوميديان جميل وراجل متعلم ومعه لسانس ومعه باكالوريوس فهو كان دمه خفيف أنا كنت بحبه يعني بحبه كده أنا من جمهوره على فكرة كلنا طبعا